موسيقى نشرة اخبارية من قناة المكلة اهلا بكم والى ابرز العنوين رئيس مجلس القيادة يطلع من محافظي حضر موت على الاوضاع في المحافظة السلطة بحضر موت تختتم فعاليات البرامج الثقافية لمهرجان البلد السياحي موسيقى ومؤامرة يمنية متوالية تستهدف قوات النخبة الحضر مية وهذه المرة تحت غطاء مصالح حضر موت موسيقى اهلا بكم تواصلوا عملية الفارس الشهم ثلاثة توزيع الطرود الصحية على الاطفال في مستشفى ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة في اطار دعم دولة الامارات اللامتناهي للأسر الفلسطينية للتخفيف من معاناتهم وتهدف عملية الفارس الشهم ثلاثة من خلال حملاتها الإغاثية والمساعدات التي تقدمها يوميا للنازحين في مراكز الإيواء والمستشفيات والمراكز الصحية تهدف إلى تخفيف المعانات عن النازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية ومتطلباتهم بعد تفاقم الأوضاع في غزة حيث أسارع الدولة الامارات العربية المتحدة من اللحظة الأولى إلى تقديم المساعدة والدعم لكافة الفئات في قطاع غزة ومحيطها رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان المبعوث الأممي لليمن بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران على إجراءات لخفض التصعيد بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وأكدت المملكة في بيان لوزارة الخارجية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه وحرسها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة معريبة عن تطلعها إلى أن يسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طويلة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث المميل اليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية وبما يسهم في التوصي إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن في مقابلة مع شبكة ABC News قال المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينغ إن تصنيفا رسميا أكثر صرامة للحوثيين كمنظمة إرهابية أصبح قيد الدراسة بشكل متزيد وأضاف المبعوث الأمريكي أن تصنيف وزارة الخارجية للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من شأنه أن يساوي الحوثيين مع تنظيم القاعدة الإرهابي ويجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية الدولية التعامل معهم واتبع ليندر كينغ إن الحوثيين هم الذين يقودون إلى هذا الاتجاه ويطرحون هذه الخيارات على الطاولة عندما يتصرفون بشكل واضح للغاية كمنظمة إرهابية فإن هذا يفرض طرح هذا الخيار أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليم اتصالا هاتفيا بمحافظ حضر موت مبقوط من ماضي لإطلاع على أحوال المواطنين والجهود لتحسين الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة واستمع رئيس مجلس القيادة من محافظ حضر موت إلى شرح حول الوضع العام في المحافظة وجهود السلطة المحلية في الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية وتخفيف المعاناة الإنسانية على المواطنين وفي المقدمة الحلول الجدرية لقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية رغم الأزمة التمويلية التي تسببت بها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني منويا بالمسؤولية العالية والمعهودة لدى أبناء حضر موت في تقديم محافظتهم كمثال للسلام ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب بالعاصمة عدن مع وزير الدفاع الفريق الرقم محسن الداعري ناقش تعزيز جوانب التعاون بين المؤسسات القضائية والعسكرية لتحقيق العدالة وضمان تطبيقها بشكل فاعل وتطرق اللقاء إلى وضع القضاء العسكري وفي المحافظات المحررة وملاحظات اللجنة حول تأخير النظر في بعض القضايا بالمناطق العسكرية وأشد رئيس المجلس بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للتحقيق برئاسة القاضي المفلح والإنجازات التي حققتها في مختلف المهام المناطة بمسار عملها لرصد الانتهاكات في مختلف المناطق المحررة وأكد وقوف مجلس القضاء الأعلى إلى جانب القضاء العسكري واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ودعم تعزيز عملها لما يحقق العدالة وتطبيق القانون للنظر في كافة القضايا المنظورة أمامها ناقش لقاء موسع برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالعاصمة عدن بدر معاون ألية تنفيذ مشاريع تدخلات منظمة اليونسف في دعم برامج التأهيل والتدريب الكوادر في المرافق الخدمية وبحث اللغاء سبل استمرار دعم منظمة اليونسف لمستشفى الصداقة بعدن والمرافق الصحية وقد توسيع مجالات الدعم لقطاع التعليم وقرر اللقاء بأن تكون تدخلات منظمة اليونسف عن طريق مكتب التخطيط والتعاون الدولي وقيادة السلطة المحلية وشدد أمين محلي عدن على أهمية أن تلتزم جميع المنظمات بتنفيذ تدخلاتها عن طريق مكتب التخطيط والتعاون الدولي منع الإزدواجية وتداخل في تنفيذ المشاريع مراقبتها والإشراف عليها قام رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس بزيارة ميدانية للميزان المحوري في محطة الحسيني لوزن الشاحنات بمحافظة الحج وتفقد المهندس الماس الإجراءات السارية عبر المحطة لمراقبة أوزان الحمولات والشاحنات وضبط المخالف منها والتعامل معها قانونيا مشيدا بجهود الفريق العامل في محطة الحسيني ومنوها بهميتها في عملية إعمار البنية التحتية وتطويرها لافتا إلى ضروة تعاون الجميع مع هذه الجهود في سبيل تحقيق المصلحة العامة عقدة الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الجمعية علي الكثيري الذي أكد على الدور المهم الذي يطلع به وزراء المجلس بالحكومة في حال حالة قضايا الخدمات بالعاصمة عدن ومحافظات الجنوب وستمعت الهيئة إلى إحاطة عن أداء الحكومة والإصلاحات المتبنى لمعالجة القضايا العليقة وموقف وزراء المجلس الانتقالي في الحكومة من التدهور الحاصل وكذل حلول المعالجات العاجلة والممكنة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والخدمية وقدمت في الاجتماع جملة من الرؤى والمقترحات لتعزيز أداء وزراء المجلس والحكومة على النحو الذي يؤكل النهوض بالوضع المعيشي للمواطنين وشدد الاجتماع على سرعة تنفيذ مصفوفة الإجراءات العاجلة لوقف التدهور الخدمي والاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الذي انعقد برئاسة النائب الزبيدي هذا ولم يصدر المجلس الانتقالي أي موقف حيال قرار المجلس الرئاسي بإلقاء قرارات بنك مركزي عدن الذي سبق وصفها بالإجراءات الرامية لتحسين القطاع المصرفي وإنهاء العبث الحوثي بالقطاع الاقتصادي أقدى محافظ شبوى عوض بن الوزير على ضرورة ضبط حركة السيولة النقدية وتغطية احتياجات المحافظة منها وشدد المحافظ بن الوزير خلال الإقاه قيادة فرع البنك المركزي بالمحافظة شدد على ضرورة ممارسة فرع البنك لكافة صلاحيته القانونية على حركة التداولات المالية بالمحافظة والإشراف المباشرة على الأنشطة المالية التي تمارسها المصارف والبنوك التجارية واستعرض اللقاء الألية المتخذة لتنفيذ مخرجات اللقاء المشترق للسلطة المحلية بالمحافظة وأصحاب المصارف والبنوك التجارية ما يضمن سلاسة التداولات المالية بالمحافظة وتوفير السيولة النقدية المطلوبة لها وفق محافظ شبوى شيخ عوض بن الوزير على الحساب الختامي للمحافظة للعام المالي الماضي 2023 ووجه خلال ترأسه اجتماعا لإجنة الإعداد وجه بحالته لجهات الاقتصاص بالمحافظة من أجل مناقشته وإقراره مطالبا وزارة المالية بضرورة تحرك ورفع سقوف الموازنة العامة للمحافظة منويا بتزامها الوطني بتوريد كافة أنواع الإيرادات المالية إلى الخزينة العامة للدولة جرى بمحافظة شبوى مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وتنسيق مشتركة بين مكتب الصحة وفرع الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة لتشغيل أول مستشفى طبي ميداني بالمحافظة بحضور محافظ شبوى الشيخ عوض بن الوزير تقضي بنود المذكرة بتولي الهلال الأحمر عملية تشغيل المستشفى الميداني المقدم كهدية للمحافظة من الشعب اليابني مع توفير الرأس المحرك لمقتورته الكبيرة بواسطة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إلى جانب تولي عملية إدارة حركة وتنقلات المستشفى في عموم مدريات المحافظة وضمان جهزية للتدخلات المباشرة أثناء الكوارث والطوارئ وشدد محافظ شبوى على ضرورة الحفاظ على جاهزية المستشفى لاستخدامه في الأوقات المناسبة بحفل فني واستعراضي ساهر اختتمت فعاليات البرامج الثقافية لمهرجان البلد السياحي 2024 احتضنته الساحة العامة بمدينة الشحر بحضور محافظ حضر موت مبخوط ماضي ووزير الإعلام والثقافة والسياحة بوصلات تراثية من وحي الفنان الكبير الراحل سعيد عبد النعيم ولوحة فنية من التراث البحري أصدر الستار عن فعاليات البرامج الثقافية لمهرجان البلد السياحي 2024 في الحفل الفني والاستعراضي السهر الذي احتضنته مدينة الشحر محافظ حضر موت أكد اعتزاز السلطة المحلية باحتضان مدينة الشحر مسكو الختام للبرامج الثقافية لمهرجان البلد السياحي مؤكدا اهتمام السلطة بالمدينة وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية وتنشيط الميناء وتفعيل البرامج الثقافية بها انطلاق من مكانتها التاريخية بوصفها موطن التراث والأدب والفن للساحل الحضرمي أبي صمامكم اليوم وأنا أشعر بالفق والاعتزاز كيف لا وأنا أعرف بين جلبات مدينة لها تاريخ أهو حسن بن عياش ودار الناصر ودار البياني ومعالم الشهر الخالدة ودكرا لم تكن عن مخيلة أي حضر أو يمني أو عربي عندما كانت هذه المدينة هي مدينة المقاومة لغزو الشهر استعمار وزير الإعلام والثقافة والسياحة أكد أن مهرجان البلدة فرصة فريدة للاحتفاء بالتراث الحضرمي والثقافة وإبراز المواهب المحلية وجذب زوار المحافظة من مختلف المحافظات والدول المجاورة لقد كان مهرجان البلدة فرصة فريدة للاحتفاء بتراث السقافي وإبراز المواهب المحلية وتعزيز روح التعاون بين أفراد المجتمع أود أن أتفكر بخالص الشق والتكبير لكل من ساهم في إنجاع هذا المهرجان الحفل الختامي تميز بلفتة وفائية حيث قرمت الشخصية القويتية المحبة لتراث وفن حضرموت والذي ارتبط بالحضارمة المرحوم عبدالله الماس بدرع تقدير ووفاء من السلطة المحلية بالمحافظة تسلمه نجليه اللذان شهد موسم نجم البلدة هذا العام حرصا على امتداد علاقة والدهما بحضرموت وعشقهما للثقافة والفن الحضرمي رعى محافظ حضرموت مبخوط ماضي بالمقلة توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب التعليم الفني وتدريب المهني بساحل حضرموت وكلية المجتمع بسيئون ومؤسسة العون للتنمية وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين جودة المناهج وتطوير البنية التعليمية وتدريب وتأهيل الكادر التعليمي والإداري بالإضافة إلى تعزيز التوجه المهني والتوظيف وتشمل مذكرة التفاهم أيضا تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجال التدريب والتوظيف إلى جانب الحجد المجتمعي وتطوير المجتمعات وذلك لمواكبة متطلبة سوق العمل وفتح تخصصات نوعية تلبي احتياجته وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة نحو تحقيق هداف التنمية المستدامة في المحافظة وتعزيز قدرات الشباب للدخول إلى سوق العمل بكفاءة ومهارة تفقد وكيل حضر موت لشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح مشروع بناء مدرسة بحي المساكن بمنطقة فوى غربية المكلة بتنفيذ من البرنامج السعودي للتنمية والإعمار وتعرف الوكيل باصريح ومعه القائم بأعمال المدير العام لمدرية المكلة تعرف على مكونات المشروع الذي بلغت نصبة الإنجاز في حوالي 95% والهدف إلى رفض البنية التحتية لقضاع التربية والتعليم وتزويد قدرته الاستيعابية مثمنا جهود البرنامج السعودي في العديد من التدخلات التي ينفذها في شتى المجالات بالمحافظة إلى ذلك تفقد الوكيل باصريح سير الأعمال النهائية بالمرحلة الأولى المشروع مدرسة الإنشاءات بمنطقة فوى الذي يشمل في مرحلة الأولى استكماله 12 صفا دراسيا مع المحاقات وتجهيزها للدقوية للخدمة خلال العام الدراسي القادم وشدد الوكيل باصريح الحرصة على استمرار العمل بالمشروع الذي سيقدم خدمة تعليمية الحي والأحياء المجاورة ناقش اجتماع بمكتب تربية ساحل حضرموت الترتيبات لإقامة حفل لتكريم الفائزين في أولمبيادي حضرموت وقد استعدادت المكتب لإقامة المخيم الصيفي الثاني للبنات وفي الاجتماع قد مدير تربية ساحل حضرموت أمين بعباد أقد أن المكتب يولي الأنشطة اللاصفية عناية خاصة لما لها من أهمية في اكتشاف المواهب الطلابية التي تزخر بها مدارس وثانويات المحافظة مشيرا إلى أن المكتب يسخر كل أمكانياته من أجل تحفيز وتكريم أولئك التلاميذ والطلاب الذين أظهروا مواهبهم وإبداعاتهم خلال تلك المنافسات منويا أن المكتب بصدد تنظيم حفل تكريمي للمبرزين في أولمبيادي حضرموت عرفان بما ذلوهم من جهود في سبيل الفوز والتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات كرمت قوات خفر السواحل بحضرموت أسرة الشهيد الجندي أحمد خالد بنافع شهيد البلدة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده أثناء تأديته مهامه في فرق البحث والإنقاد وعتم تكريم أسرة الشهيد بنافع بدرع الوفاء تقديرا لدوره البطولي حين قام بإنقاذ غارقين أمام فندق مكة على شاطئ الستين بمدينة المكلة قبل أن تصيبه نوبة تعب شديدة نقل على إثر هائل المستشفى قبل أن يفارق الحياة يقدم نموذجا لتضحية والفداء وجرت تكريم بحضور رئيس عمليات خفر السواحل وركن التوجيه المعنوي وعدد من الضباط وزملاء الشهيد تحت قطاء حقوق حضر موت مصالحها برز مخطط يمني بامتياز وبقطاء إعلامي لقنوات جماعة الإخوان وعبر بني جلدتنا ظهر للواجهة قطاع قبلي مستغلا للقضايا المجتمعية المتسبب بها جماعة الإخوان داتها وهذه المرة اتخذت الأبواق الإعلامية اليمنية من مطيقة يثمون شرارة منطلقا للصراع ونشر الفتنة بين الحضرهم مخطط القوى اليمنية يسعى لمواجهة النخبة الحضرمية وتدمير هذا المنجز الوطني الحضرمي العظيم الذي تحقق للمحافظة بعد دحر فلول الإرهاب تنفيذا لأجنتات كانت ولا زالت تتربص بأمن واستقرار ساحل حضر موت هي قضية أرض ذاته المسمار الذي تضرب به القوى اليمنية اللحمة الوطنية الداخلية في عدن وشبوى وقبلهم المهر واليوم في حضر موت هنا في شرق المحافظة استغلتها مجامع مسلحة تداعت لتتحدث باسم حضر موت عبر أبواق الفتنة قنوات يمنية مرهونة لجماعتين الحوث والإخوان أمها الوحيد زرع الفتنة وإشغال الحضارم بأنفسهم والهدف كسر جيش نخبتنا الحضرمية في مجلس أشبه مجلس قات قبائل اليمننة مشهد دخيل على حضر موت وبعيد كل البعد عن أهلها وعاداتهم وتقاليدهم اجتمع القات والسلاح والمصالح المشتركة اجتمعوا على مواجهة النقبة الحضرمية والوقوف ضد هذا الكيان العظيم والرمز الوطني الذي تحقق للحضارم بعد سنوات من الظلم والتهميش والهيمنة اليمنية على حضر موت مقدرتها والذي بفضل الله تعالى ثم بفضل قوات التحالف العربي وجيش نخبتنا تعيش بدون الساحل استقرارا أمنيا منقطع النظير لا يوجد في أي منطقة بهذا البلد من يتزعم هذه المجميع المسلحة حضي بدعم من أطراف في السلطة المحلية بحضر موت والكل على دراية بذلك نكاية سياسية ليس إلا هنا في هذا اللقاء القبلي خرج ببيان مساند لتجمهر المسلح ومطالبا بالكف عن ملاحقة مقدمهم ويبدو أنه تصعيد المرتقب باسم الحقوق وتستفيد منه القوى المتربصة بأمن واستقرار مدن الساحل ودخولها في دوامة الصراع الداخلي أين كانت هذه الوجوه التي تتحدث باسم حضر موت حين قصفت الميليشيات الحوثية وستهدفت ميناء الضبا أين هي وحضر موت تنزف في واديها من قوات يمنية خارجية محتلة منذ ثلاثين عام ليرفع اليوم السلاح في وجه منتسب النقبة الحضرمية والمطالبة بمغادرة المعسكرات لأرض ليست أرض للقبائل المعنية في القطاع المسلح وترفض وساطات السلطة المحلية بالمحافظة لتجنب الفتنة وانتلاع شرارة المعارك رغم تحاول السلطة معها وإعطاء المهلات والمهلة لمطالب تجاوزت الوطنية والانتماء وتصر على نصب الخيام والنقاط المسلحة والحشد لمحاربة أبطال قوات النقبة الحضرمية فكيف لمن يؤيد وجود تنظيم القاعدة الإرهابي في حضر موت أن يرضى بقوات عصامية دحرت هذا التنظيم النقبة الحضرمية قوات وطنية صلبة تقف بالمرصاد لكل مخطط يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في ساحل المحافظة وتحويله إلى ساحة لتصفية حسابات سياسية وما هذا إلا منعطف يكشف وجوه وزيف المكونات القبلية مدعية الانتماء الحضرمي المرهونة للقرار اليمني الشمالي وما تأجيز الأبواق الإعلامية الشمالية والتحريض بالاقتتال خير دليل على سوء المقلب لهكذا تجمعات ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس مجلس القيادة يطلع من محافظي حضرموت على الأوضاع في المحافظة السلطة بحضرموت تختتم فعاليات البرامج الثقافية لمهرجان البلد السياحي ومؤامرة يمنية متوالية تستهدف قوات النقبة الحضرمية وهذه المرة تحت غطاء مصالح حضرموت نشرتنا الإخبارية انتهت إلى النقاط ترجمة نانسي قنقر